إذن مشاهدينا ومن الحلويات ننتقل إلى السيارات حيث تحتاج السيارة دوماً للصيانة الدورية للحفاظ على أجزائها المهمة التي تحتاج إلى العناية الفائقة وهي الإطارات اليوم بنتعرف أكثر على طرق العناية بالإطارات من خلال هذا التقرير تحتاج السيارة دوماً للصيانة الدورية للحفاظ على أجزائها ومن بين أجزائها المهمة التي تحتاج إلى العناية الفائقة هي الإطارات ذلك الجزء الواصل بين السيارة والطريق لذا من المهم الحفاظ على إطار السيارة سليما يجب فحص ضغط الهواء في إطار السيارة والإطار السليم من المهم أن يكون مطابقاً للمواصفات العالمية للسلامة المرورية وأن يتناسب مع سرعة السيارة وهناك طرق عديدة لفحص إطارات السيارات والحرص على التأكد من أنه يجب علينا تبديلها أو أنها سليمة وجيدة للاستعمال ويعد تغيير الإطارات من الأمور المهمة عند السائقين خاصة في فصل الصيف لأن ارتفاع الحرارة قد يؤدي إلى حدوث تشققات في الإطارات إطارات السيارة هي التي يتوقف عليها أداء السيارة فيجب الحفاظ على سلامتها وخلوها من الأعطال إذا مشاهدينا ومن الإطارات ننتقل إلى لعبة الإثارة التي تأخذنا لعالم من التحدي والمنافسة تبدأ الخلايا العصبية في الدماغ بالعمل والتركيز ووضع الخطاط للفوز وظيفتنا اليوم أبحرت في عالم الشطرنج فهو شغفها منذ الصغر ورحب ريان محمد الموازمي صبحت الله بالخير ريان صباح النور حيات الله ويانا الله يحيي شكرا على الصغراتكم الحلوة وإن شاء الله يكون ضيفا في ذلك هذا واجه مننا نحن أيضا ندعم الموهوبين في كافة المجالات ومنها الرياضية ولعبة الملوك شكرا نعم اليوم حديثنا عن لعبة الشطرنج هي نعم وماشاء الله ريان أيضا من عائلة محبة للشطرنج هي الحمد لله معائلتي خلينا نبدأ مثلا من الوالدة أمي الله يحفظها لي كانت بطلة ولعبة منذ الصغر واتطورت لحكمها دوليا وبعدين صارت رئيسة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة والحمد لله الحين حاليا هي في التحدي الشطرنجي رئيسة عنصر النساء وأمين المالي وكذلك يعني أخواني كانوا أبطال منذ الصغر فحبيت أني أنا بعد أني أدخل في لعبة الشطرنج لأن كطفلة كنت احتاجي الرعاية فكانوا ودوني البطولة والسفرات يعني دوم كنتوا ياهم فكدت أشوف الحماس اللعيبة والإلهام والشغف والاجتهاد وكدت أشوف أن لعبة الشطرنج هي لعبة ممتعة بس في نفس الوقت من فائدة أن لعبة الشطرنج أن هي تعطيكم الفرصة أنكم تكونون أسرات تكونون أصدقاء اللي بحزبة أخوانكم فبعد لعبة الشطرنج هي ممتعة يأخذون بعدين وقت ثاني أنهم يكونون ذكريات مع بعض فحبيت أني ذكر كان عمري خمس سنوات فطلبت من أمي قدلها أمي لو سمحت أنا بعد في خاطر أني أكون لعبة الشطرنجية جميل فقعت لي حاضر أكيد إن شاء الله بس أني خلنت رأي بعد سنة يكون عمرك السنوات وستجد في النادي جميل طيب يا أنا فضول أنا عارف فوائد لعبة الشطرنج حلو فوائد لعبة الشطرنج يعلم الشخص كيف يدير وقته كيف يفكر للمستقبل كيف يكون عنده روحي قتالية كيف يستسلم كيف دوم يدور على طرق أخرى للفوز حتى لو أنه درب السكر أمامه يقال بأنه هي لعبة الذكاء هي نعم بالفعل يعني ريال بالفعل لأنه هي لعبة استراتيجية تكنيكية وفي منها يعني بعد أن أنت لازم شوي أنه مو بس أنك تفكرين نفحات لازم تفكرين بشخص يجد دامج أنه هو شياس يفكر شو رح يسوي شو نفسيت شو رح تكون نقلة الياية وكيف أنك أنت تتحكمين قطع منافسك وقضعك أنت بعد ولهذا يعني ذكرت في المقدمة أنه هي لعبة تبدأ فيها الخلايا العصبية بالدماغ بالعمل أكيد يعني طول الوقت تركيز أكيد مع فهم المنافس أو حتى الشخص الذي أمامك وأيضا ممكن لعب وهناك مثل ما ذكرت بعض الأساسيات للفوز في هذه اللعبة أكيد شيء وايد استراتيجيات شيء وايد مبادئ شيء وايد أفكار ومثل ما قلت أنه هو الفهم لعبة شطرنج هي تركيزا أصلا عن الفهم يعني أكثر شيء عن الحفظ والاستراتيجيات الأخرى يعني تركيز على الفهم أكثر شيء طيب نتحدث عن هذا اللوح الموجود أمامنا وكيفية اللعب لعبة شطرنج لكل خصم عنده 16 قطعة وهي مكونة من 64 مربع ثمانية ضرب ثمانية فهي لعبة عبارة عن أن الشخص يحاول أن يفوز الثانية أن يطيح الملك للخصم أنه ما يخلي أن يكون عنده أي نقلة ما يكون للخصم أي نقلة قانونية أنه مثلا يقدر أن يهرب منها وفيها أكيد قوانين وقواعد أن كل قطعة عندها حركتها الخاصة وممنوع أن هذه الحركات تتغير فإن صارت أن هذه الحوادث الحكم يعطي حق الشخص المدار والمدار هذا سيعطي حق الخصم الذي هو قدم الشكوى زيادة في الوقت لأننا في العبة شطرنج عندنا بعد الوقت نفكر فيها وأن يكون فيها بعد فوز وخسار الوقت فإذا كان شيء ينذر ثاني سيخسر اللعبة ففي لعبة شطرنج في بعض قوانين أنه لا يتساهلون عليها نعم الوقت كم من الوقت في هذه اللعبة؟ على حسب البطولة عندنا مثلا الكلاسيك والرابط والبلت الكلاسيك هو الطبيعي البطولة العادية اللي يكون ساعة ونص اللعب فتشوفين عادي اللعبة أن يقعدون على القطعة وينافسون بعض أربع ست ساعات ومن غير ما تحسين بالوقت يعني نحن حتى نقعد ست ساعات نبقى وقت زيادة نبقى وقت أكثر وسعى شايعين نحن نغلب بالخصم وشيء بعد الرابط اللي هو العادي نقول تقريبا خمس عشر دقيقة هو يكون شوية سريع بس مو بويت سريع لأنه فيه الأسرع منه اللي هو البطولة الخاطف السريعة اللي هو يكون خمس دقايق نعم يعني أيضا أعتقد أنه لها مراحل معينة لهذه اللعبة خاصة للمبتدئين للمختصين أكيد عندنا المبتدئين وعندنا الحريفين طبعا كبداية أشوفت لعبة الشطرانج يعني عادي أن يأخذ حق الشخص أنه يتعلمها في أسبوع نعم عادي أنه يتعلمها في أسبوع بس أنه يعني كما أبتدأ رح يأخذ شوية وقت عشان يفهم اللعبة يأسس نفسه ومملكته وقطعه كيف هو يحبها وكيف هو يبا يعني من نوع الدفاعي ولا أنه نعم من نوع الدفاعي ولا من نوع اللي يهجم ولعيب الحريفين هم اللي يكونون عندهم خبرة وممارسة كافية في هذه اللعبة بحيث أنه يكونون بحيث أنه عندهم يعني القدرة أنهم يلعبون اللعبة مع أخصام أكبر جميل وانت ما شاء الله في فريق المحترفين بالأمس كانت عندك بطولة نتحدث أيضا عن هذه البطولة وما زلت في البطولة اليوم إن شاء ساعة خمسة رح تبدأ جولتي وياسى أنافس على الطاولة الأولى الحمد لله عندي ثلاث نقاط من أصل ثلاث نقاط وإن شاء الله اليوم بعد أكمل الرابعة فالبطولة هي بطولة الدبي الصيفية والحمد لله عندي مشاركات أخرى شاركت خارج الدولة قبل شوي في العيد ثاني يوم عيد كنت رادة من معسكر في التشيك فالحمد لله المعسكر تشيك كان معسكر جدا ناجح بحيث أن زيت في التصنيف يعني زيت ويد الحمد لله زيت 104 نقاط يعني في التصنيف ويبت مرتبة 11 يعني على مستوى البطولة نعم نتحدث أيضا عن أهمية المعسكرات بالنسبة لللاعبين وخاصة مثل ما ذكرتي معسكرات محلية وأيضا معسكرات دولية أكيد المعسكرات جدا مهمة بحيث أننا نتم نسخن عقلنا ويدنا على الحركة وعلى التفكير وأن يكون شيء مراسل لأن حتى اللعيب الحريفين لو أننا نقطع فترة طويلة رح يرد مستوهم تقريبا قريبا للمبتدئين والفرق بين البطولات المحلية والعالمية الدولية يعني خارج الدولة الفرق أننا نحن لما نسافر خارج الدولة نحتكم على لعيبة من دول أخرى فيصير فيه تبادل الأفكار والعلم والمعرفة والثقافة وهو شيء يعني ينطبق بعد داخل الدولة بس أكيد يكون فيه يعني فرق كبير شاسع جميل والكؤوس موجودة في الاستوديو وحين بنعرض للسادة المشاهدين هذه الكؤوس وأيضا الميداليات الموجودة ما شاء الله ميداليات كثيرة ميداليتين نشوفهم قالوا أن هذه الميداليات مهمة فلو نتحدث أيضا عن الميداليات الموجودة والكؤوس تمام لو نبدأ من الميداليات المهمة كان شيء كثير من الميداليات بس حبيت أن أركز على هذه الميداليات الميدالية المهمة ليش لأن نحن في الإمارات النافس نحن الأندية من كل الإمارة مع بعض في مهرجان الإمارات بطوة الإمارات الفردية وهو الشخص اللي يفوس فيها بعد يكون عنده لقاء بطلة الإمارات فالحمد لله عام 2017 توش بطلة الإمارات تحت 14 سنة في وزي مركز الأول كأس البطولة جميل وعندها بعد شبيهها لها اللي هي الفضية السنة اللي عقبها 2018 فست مرتبة المركز الثاني وفي ميداليات أخرى منها لو نركز على خارج الدولة مرتكة السنة بس أنه في خارج الدولة في السنة بأفضل فريق في بلغاريا وبعد مركز الأول في فرق الدوري عام 2019 تحت 18 سنة وبعده في نفس السنة مركز الأول فأة السيدات وأكيد يعني حمد لله في كل سنة ياسا توجه مركز الأول في بطولة المدارس الدولية نعم نفخر بكم شكرا يعني ريان يعني لما نرى فتيات تبع عمر صغير ما شاء الله متقلدين مراكز كبيرة على مستوى العالم طيب جميع هذه الأمور تحتاج إلى جهد إلى سواء كان جهد نفسي جهد بدني يعني مثل ما ذكرنا أن اليوم أيضا ريان بتكون عندها بطولة فأكيد ريان أيضا يجب أن تكون مرتاحة نفسيا أكيد مرتاحة بدنيا أكيد فالتهيئة النفسية والبدنية كيف تكون بالنسبة للاعبي الشطرنج لعبة الشطرنج هي لعبة سايكولوجية بعد نفسية نفسية لو أنت مش مرتاحة نفسيا أنت ما رح تبدأ بأفضل أداء فهي لعبة سايكولوجية لازم تكون متهيئة نفسيا وتكون مرتاحة ومشيتي واخذيتي أكبر كمية من الأكسجين وتكوني نايمة عدل وكليتي تغذيتي عدل لأنها تقعدين فيها ساعات طويلة يمكن حتى ساعات قليلة بس أن فيها تركيز وايد وأن مثل ما قلت لك الخبرات كيف نرتي بعد أنتفكرين المنافذ جدامج فهي بعد سايكولوجية نعم طيب يعني نريد منك بعض الاستراتيجيات التي يتبعها اللاعب لكي يفوز ممكن بعض الأسرار التي تستخدمها ريان لكي يتفوز يلا نكشف عن أسراري يلا أنا من نوع اللاعب اللي حابة تمركز على الوسط وهو تمركز بالقطع في الوسط بس عشان أننا نحن تمركز بالوسط وبالقطع الخصم يكون عندنا مساحة أكثر وهو بالانتشار كلما القطع كانت منتشرة أكثر كلما كانت أنه ممتلكة مربعات أكثر من القطعة ومن الرقعة وغير شيئا من ملكيه لازم أني أبيت لازم أني أكون حاطة قطع تحرس ملكيه عشان إذا صار خلال أي هجوم أروم أني أنا أدافع ومن في نفس الوقت أنا اللي يهجم على الملك يا سلام هذه من ضمن الأمور أو الأسرار اللي موجودة عند ريان نعم نرى الآن الكثير من التطبيقات متعلقة بلعبة الشطرنج أنت مع ريان أمضت؟ أنا مع التطبيقات للعبة الشطرنج لأنه خلال فترة جاء أحد فالس كورونا ما كان شيئا ممارسة للعبة حضوريا فصارت البطولات كلها عبر المواقع التواصل الاجتماعي وعلى المنصات وكانت افتراضيا وهالشي يطور من مستواننا لأننا كنا بعد مع لعبة أكثر من دول أخرى اللي ما يرومون نحتكم معنا في نفس المكان وكانت هذه البرامج التطبيقات كان فيها بعد نسبة ميزة خاصية التدريب وحل المسائل وحل الغاز اللي كانت تطور من مستواننا بعد صحيح ذكرنا أيضا الكثير من المزايا المتعلقة بهذه اللعبة هل هناك من آثار سلبية؟ هل هناك من سلبيات أيضا لهذه اللعبة ريان؟ صراحة ما أفكر في فولة سلبية أبدا؟ أبدا كل المشاكل التي نحن واجهناها شطران شيء شطران شيء بعد رقعة يعني نسل الحياة الواقعية على رقعة على مربع يعني هذا شيء كان يعلمنا نحن بعد كيف نتعامل مع الحياة الواقعية يعني مثلا أنا حيني مثلا خريجة خريجة دفعة خليفة فكنت واجهت مشكلة وقت دراستي كنت واجهت مشكلة في تقديم الجامعات فأكيد في أوقات أني يأست منها وتعبت وخلصت طاقتي فأمي الله يحفظها كانت تتبق لي ريانتي لعبة شطرانجية السكر باب فويتش تفتحين الثانية دورية استراتيجية ثانية فمول ما شئ يسلبيات يعني لعبة شطرانج هي كانت أن تفتح أفاق كثيرة في العقل للإنسان يعني طيب يعني ما الإضافة التي أضافتها هذه اللعبة لريانه خاصة من ناحية الدراسة مثل ما قلنا هي لعبة الذكاء هل تقتصر على الذكاء فقط بالنسبة للطلاب أكيد ما تقتصر بس بالذكاء للطلبة بس أن لها مميزاتها ويجابياتها في الدراسة أيضا لأن في الدراسة نحن بعد لازم أن ننظم وقتنا وهذا شيء نحن تعلمناه بعد في لعبة شطرانج في الدراسة نحن لازم نركز وهذا شيء بعد أكيد تعلمناه في شطرانج ونحن في شطرانج بعد يساعد عقلنا نحفظ الدروس بشكل أسرع نعم طيب ريان لابد من محطات في هذه اللعبة أو حتى نقدر نقول بعض الصعوبات أكيد نعم فلو نتحدث عنها الصعوبات اللي واجهتها من صغري أن ما كنت أفوز ويتفاكت أي أس أن كل ما كنت أفوز مثلا بقطعة كنت أغلط غلطة لعبة شطرانج حتى لو أنت قاعد ناسين حرفين وأبطال عالميين عادي طفلة صغيرة تفز على هالبطال لأن أي غلطة عادي أن هي يعني تخسر فكانت من الشيء اللي أنا كتواجهها أني أنا دوم مثلا يعني أوشي بتمركز صاح وبالعب وبفوز بكون في فايزة بس أنا رح أغلط غلطة وكانت دوم هالغلطة تتكرر 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 لأن كابتن ساعد واجهها تحية بفضله اكتشف مشكلتي وياب لي نسب برامج تدريبية وحل المسائل تحل مشكلتي هذه بني أنا ما أخطأ وكان بس يركز لي أن مثلا أنا أعيد دراسة لعبة الشطرانج عشان أتأسس صح جميل في بعض الأحيان يعني حتى الألعاب تكون مفتاح لفتح أبواب ألعاب أخرى أو رياضات أخرى نعم بالنسبة لريان اقتصارتي فقط على الشطرانج لا نعم لا ما اقتصار بس بلعبة الشطرانج بسبب لعبة الشطرانج يعني خلتني إنسانة اجتماعيا ومتحدثة ففكرت أني أنا حابة أني بعد مثلا أني أجرب مجالات أخرى أني أكتشف للدنيا أكتشف نفسي أنا شو أحب فشاركت بعد في الإعلام شاركت أيضا في مصابقات سلسات ذكاء إصطناعي والروبوتات وأيضا مصابقات الانستي آي للعلوم وكل المجالات يعني يعني ياسي حاول أني يعني أنوه إن شاء الله جميل وكيف ترين إقبال جيل اليوم لهذه اللعبة؟ خلال جائحة كورونا وإلى الآن سأشوف أن نسبة لعبة الشطرانج ستزداز أكثر وأكثر وأكثر لأنه كانت من اللعبة التي كانت تسلي الناس وقت الجائحة يعني فاكتشفوا أن هذه اللعبة يعني هي ممتعة ومسلية وأنه ليس بس لعبة يعني الناس يشوفونها كهدوء يعني لو أنت تدخلين قاعات بتشوفين هدوء لأنها من ضمن القواعد القوانين يعني تحت الفصل اللاعبين أنهم يركزون فلما هم جربوا اللعبة شافوا أنه مش هدوء داخلي العقل شيء صراع صراع قوي فكانوا أنها شيء يحفزهم ويحمسهم أنهم ينتصرون أكثر وأكثر في الأخير ريان محمد الموازمي يعني سعد جدا بلقائي معك وأيضا التحاور أتعلمني منك الكثير من الأمور المهمة أيضا والمتعلقة بشطرانج وإن شاء الله نتراي النتيجة اليوم إن شاء الله دعو لي إن شاء الله المركز الأول آمين إن شاء الله سواء كنت محليا أو حتى دوليا إن شاء الله